اهلا وسهلا بيكو كل سنة وانتو طيبين رمضان كريم عليكو وعلينا جميعا يا رب النهاردة هنعمل حياة كده خفاة فيه نعمل بوفتيك بس بتاع زمان الحلو ده مع مكارونا بسوصل ابيض البوفتيك عندنا فيه مشكلة صح؟ ليه بقى؟ احنا كان زمان بنعمل بوفتيك بعارفين اللحمة اللي هي الطريق قوي واللي هي كبتلو اللي ما قعدش فيه منها دلوقتي فكان دايما البوفتيك بتلو فيطلع معاك يستوي ومزبوط ويطلع زي الفل دلوقتي طبعا ما بيحصلش بس احنا بقى نصحين نعمل ايه؟ لازم نتصرف نتصرف ازاي؟ لازم نتبل البوفتيك حلوي جدا ازاي بقى؟ انا هجيب لحمة البوفتيك دي وأجيب كباية مية وعليها معلقة سكر كبيرة وعليها معلقتين من الخل وأدوبهم وانقع فيهم البوفتيك ليلة ليلة اه خليها ليلة لو انتش تلحي معلش يبقى ايه كم ساعة كده بس طبعا كل ما بتسيب الموفتيك في الخلطة دي تطلب معاكي ايه بقى؟ اللحمة طرية جدا هنقعها فيها واسيبها شوي خلاص؟ بعد ما وسبتها في المية بتاعتها دي اشيلها منها الفترة اللي انت عايزها هياني اصطنا كل ما طول الفترة يبقى احلى هجيب مية بصل مش بصل مبشور لأ يعني مبشر البصل وحط عليه شوية ملح وفلفل واسيبه قد عشر دقايق هتلاقيه نزل المية كتير جدا اعصرها كده بايدي على طول ايه صوريا باديك هي حلوة قوي كده هتلاقي بقى عندك حوية نص كباية مية بصل تروا يحطها على الايه؟ على الموفتيك بعد ما شلتم الخلطة بتاعت متشطفهوش لأ انت هتشلين من الخلطة ما يضم متشطفية حطيه بطبق تاني وحطي عليه مية البصل مع شوية ملح وفلفل واسيبه منقع فيها لغاية ما جاشتغل بيه بس ما تحطش حاجة تانية خالص ماشي؟ يبقى انا يضوك مية البصل وملح وفلفل وقابليها كان السكر والخل هي نقعتين معلش ما كنتش بنعمل كده زمان ولكن زي بطبكة اللحمة طرية وحاجة تانية خالص بعد كده باجيب البوفتيك اطلع بس برضو من حبة المية البصل دول واها روح حطاه في شوية دقيق وبعدين في البيض وبعدين في البقسمات سهلة؟ واروح محمرة عندك بقى لما كون الحتة كبيرة حاولي تقطعيها يعني ايه؟ ما تخللاش حتة كبيرة قوي متوسطة ولو حاسة ان فيه عرق في اللحمة حاولي تقطعي بالسكينة يعني ما تخليش فيه عرق يتنيلك حتة البوفتيك لأ قصيها من نص عشان ما فيه تسوي بتلاقي فيه عرق كده ايه؟ عرق ده ان كده بيروح كششلك البوفتيكاية قصي وهو ناي يعني اعمليه فتحات كده اعمليه فتحات في اللحمة وبعدين تروح ايه؟ تبلاها وقليها في الزيت وهيكون الزيت ده سخن مش مأدوح وسيبه على النار متوسطة يا كايد تكون هادية بس توقلي بيه عن ناحيتين ويكون الزيت قليل الزيت مش كتير من الزيت تحميل بطاطس لأ يعني منت حتى بالطاسة يا دوبك الزيت يكون مش مغطيها قوي تمام؟ عشان يطلب معاكي مزبوطة والطبقة اللي بوق دي ما تطلعش بالسيط بوفتيك خلاص؟ حمرنا البوفتيك عايزت حمرش بطس جنبي أهلا وسهلا ونعمل معا مقرنة بسطلة أبيض سهلا خالص أي نوع مقرنة عايزاه هنسلقه ونعمل جنبي سوس أبيض إزاي؟ هجيب أنا عندي مثلا كوبايتين من لبن ونص كوبايت كريمة أو حي تدقشطة ماشي شغالة هجيب بقى ايه؟ معلقة سمنة يعني بلاش زددش ما تلونش معاكي وبعدين اروح حط عليها معلقة دقيق وحدة وأحمرها مع معلقة السمنة دي أو الزيت والله هستنع بصو فيه ناس بيحبوها بالزبدة قولوا هي الزيتدة هي لتنفع بس لأ يعني هي أي حاجة أي مادة دهنية سمنة زيت الزيتدة خليها آخر مرحلة عشان ما تلونش معاكي معادي إيه تمام؟ عشان يعرفين المورطة بتوقع في الزبدة بتلون بتدي كلهم بني مش حلوة آخر حاجة يعني وبعد كده اروح حط عليها كوبايتين اللبن وحط على كده قطعة القشطة أو حط كريمة لبنة عشان تديها دسامة كده حلوة وأروح مقلبها كويس قوي بصتي بقى لازم السودة يبقى خفيف يعني لو لاحظت إن هو تقل معاكي دينه شوية مية دينه شوية لبن تاني اللي يريحك وعند الفطار تروح حتى الماكرونة ويصب عليها على طول السوص مش من الأول خالص عند الفطار عروه غرفة كل واحد طبعا الماكرونة بتاعه وعليه شوية سوس على كل واحد ورشت بقدونس كده من فوق وبالهانة والشفا هنتصحر النهاردة مع فول أمريكانة فول اسكندراني إيه رأيكم؟ أريدكم اسكندراني وأنتم بمكانكم طبعا اسكندراني ياما وانا بياكله كل يوم ما راحتهم خالص إحنا النهاردة هنعمل مع فول أمريكانة بالفول المدمس المؤشر بفلفل الحار هنعمل منه فول اسكندراني حلو جدا سهل بقى هو كده ملخص لنا الموضوع خالص نجيب بشريت زيت بصليم قطع صغير فلفل أخضر مع فلفل أحمر عايزة في تقلوان بقى والدلقي ماشي يعني حتة 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 كده آآ كزبرة خضرة نجيب طبعا عصير لمون وكمون وطماطم نقطع صغنن خالص وبعدين بقى نعمل دقة دقة دي عبارة عن إيه بقى؟ ثم فروم وفلفل حار ملح وفلفل وكمون وخل واللي بيم كلهم مع بعض دي الدقة تمام؟ أنا بعملها بطريقة تانية كمان لأنا بقى محمرة فاصة طوم الأول كده وحطة عليه كل الحاجات اللي بعديها دي يعني روح حطة فاصة طوم وروح تشاء ايه؟ معلقة الخل كده فاهميني؟ وروح حطة عليها شوية ايه؟ طماطم المقطعة بصوا ركزوا واحدة واحدة دي الدقة يليس حطوها مش عايزين براحكوا بس دي دي اللي بتخلي الطعم ألزة حاجة يعني طوم فاصة طوم مع معلقة زيت وروح محمرة اطوشوا معلقة خل وروح حطة عليه ايه؟ التماطم المفرومة وروح حطة بقيت كل اللي بقى لأنا عايزها بقى اللي بقى نبهارات دي كلها عليها بقى ملح وفلفل وكمون وكل اللي أنا عايزها ده بعد كده اروح جايبها علبة فول أمريكانة أو علبتين طبعا بس الأكلة دي بتأكل فخليها عالبتين عشان هتأكلت كتير يعني قوي حاجيب النوع اللي هو المؤشر الفلفل الحار وروح حطاه على الطشة دي وسخن كله مع بعضه بصلايا بقى في الآخر خالص كده في الآخر مش في الأول دي بقى بتديكي ايه؟ طعم لذيذ كده وبيبتد أن ما قرمش حتى تتبصلايا فيها كده لذيذة جدا وروح مقلبها كلها مع بعضها كده وخليها تسخن وتتصحروا بألف هانا وسيفا واستنونا بالحلعة الجاية ونجوم اف ام واحلى بطار وصحور